سجلت بمفكرتك شفيت والله اليوم شفنا مثل ما شاهدنا المباراة أنه اليوم الفريق الهولندي نزل نفس الاسلوب الذي يتبعه طريقة 4-3-1-2 طريقة 4-3-1-2 الذي يتبعه في حالات لعب الشامل مع المتغيرات هذا الكلام رقمي لكن المتغيرات موجودة داخل الملعب وبدأوا بحارس نوير نعم المدافعين كان موجود آكي وفان دايك وتايمز لعب بالوسط بيلندا وفرانك ديونج وروني وديم فيرس الذي كان الحقيقة اليوم من أفضل لاعبين المميزين خلف المهاجمين نعم خلف المهاجمين كان اللاعب كلاس الذي أيضا اعتقد في لحظة الخروجة كان هناك متغيرات ممكن راح نجع عليها تحليل مباراة نعم وبالهجوم كانوا هما اللي جاكو وأيضا دي باي من أفضل لاعبين اللي موجودين في تشكيلة فعلا فقط رقمني أنا شفت دائما بالأمام دي باي منفردا إلى حد المهاجم يمكن المهاجم اللي على اليمين ما يحضرني اسمه جاكو كان يسقط جاكو نعم نعم نسقط إلى الذي يلعب خلف المهاجمين واللي انتقلت تغيرت الملامح نعم لعب هذا الاسلوب وقدر من خلال هذا الاسلوب يوصل أكثر أعتقد حتى لو نرجع نسبة الاستحواذ غريبة نوعا ما المعطيات اللي موجودة بتفوق الفريق الهولندي تلافع إلى واحد لكن استعرض يمكن استعرض الأهداف اللي يمكن أو الهجمات اللي بدت بها المنتخب الهولندي أنت اليوم مقسمتن الكلبات بطريقة تختلف نعم عن تحليل الكابتن خلف خلف يريد يعني شوط بشوط أنت انتقيت منتخب بمنتخب كل من له طريقة نعم نعم بالمناسبة يعني إشارة إلى أنه خلف رح يعاود مع انتهاء هذا الدور لأننا الأيام لن ننقطع حتى في أيام الأوف بلاي يعني إذا ما يكون لعباتهم نحن طالعين وياتهم نعم 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 استاذ حقيقة بدأ المنتخب الهولندي هو مسيطر على المباراة حسب المعطيات اللي موجودة أنه المنتخب الهولندي بحكم التاريخ بحكم الأداء اللي قدمه في الدور الأول بدأ بالهجوم وقدر من خلال الضغط للأمام قدر أنه يسجل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة وأعتقد حتى هذا الهدف اللي يسجل بطريقة رائعة جدا